بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان العاطفة بين الإهمال والإغراق لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فهي فرصة طيبة كريمة أن نلتقي بكم معشر الإخوة الكرام في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الجامع وفي هذه الليلة المباركة وهي ليلة الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا الجامع جامع العفالق في المبرز وفي الواقع أني مدينٌ لكم كثيراً معشر الإخوة مدينٌ لكم بالحب والوفاء والتقدير الذي هو عروةٌ وثقاً وصلةٌ وشيجة بين المسلمين جميعاً والسالكين على طريق محمدٍ صلى الله عليه وسلم ومدينٌ لكم أنتم أهل هجر وأشكر لكم صدركم على جفائه وعلى مطل ومطل الغني ظلم وقد كانت الدعوة من الإخوة سابقةً وأخرتهم إلى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يُثيبهم وأن يجزيهم الأجر والمثوبة على ما تسبب به من إحياء هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وإن كنت أشعر أني حين أتحدث إليكم أني كجالب التمر إلى هجة لكن الناس ألفوا أن يسمعوا الصوت الغريب وأن يكون له وقع ليس كوقع الصوت القريب هذا فقط هو ما أشعر أنه يؤهلني للحديث أمامكم ولهذا فقد لا آتيكم بجديد حول مثل هذا الموضوع العاطفة بين الإهمال والإغراق هو موضوع حديثنا هذه الليلة وهو حديث ذو شقين حديث حول الإهمال وحديث حول الإغراق وقبل أن ندخل في موضوعنا لا بد أن نقف وقفة سريعة عجلة حول ما قاله بعض أئمة اللغة حول معنى هذا المصطلح الذي شاع حديثاً وصار على لسان الصغير والكبير يقول ابن فارس العطف أصل صحيح يدل على انثناء وعياج يقال عطفت الشيء إذا أملت وانعطف الشيء إذا نعاج وتعطف بالرحمة تعطف والرجل يعطف الوسادة يثنيها ويقال للجانبين العطفان وقال في اللسان وتعطف عليه أي وصله وبره وتعطف على رحمه رقى لها والعاطف الرحم صفة غالبة ورجل عاطف وعطوف عائد بفضله حسن الخلق قال الليث العطاف الرجل الحسن الخلق العطوف على الناس بفضله وعطفت عليه أشفقت وهكذا نرى أن المعنى اللغوي لا يبتعد كثيرا عن ما يطلق عليه في المصطلح المعاصر العاطفة وإن كانت أخذت مدى أبعد من ذلك فحين تطلق العاطفة فإنها تطلق على تلك المشاعر المتدفقة السيالة التي تدفع الإنسان لاتخاذ مواقف من القبول والرفض أو الحب أو الكره تطلق على تلك الحماسة التي تتوقد في نفس صاحبها لقبول هذا العمل أو رفضه وصار الحديث كثيرا حول العاطفة حديث الرفض وحديث الانتقاد مع أننا أيضا نعاني من إغراق في العاطفة حيث الأولى أن توضع في موضعها الصحيح وحيث أننا نعاني ونشتكي من الإغراق فإن هذا لا يعني أن نلقي العاطفة في قفص الاتهام وأن تصلح من مصطلحات الجرح لدينا الوصف بالعاطفة فصار يكفي أن تجرح فلانا من الناس أن تصفه بأنه صاحب عاطفة أو بأنه صاحب حماس أو كما يقال متحمس صارت كلمة جرح مطلقا وهذا يعني أن فاقد العاطفة وفاقد الحماس هو الرجل الأولى بالتعديل إننا ومع شعورنا بالإغراق بل ومزيد من الإغراق في العاطفة ومع شعورنا بأن ثمة مواقف تدفع إليها العواطف كثيرة وأننا لا بد من أن نحجمها ونحد منها إننا مع ذلك ينبغي أن لا نهمل دور العاطفة وأن لا نقع في خطيئة الإهمال له وهنا سنبدأ في الحديث حول إهمال العاطفة إن الدعوة إلى إهمال العاطفة كما قلنا دعوة بحاجة إلى مراجعة وإلى إعادة النظر إن العاطفة خلقها الله في الإنسان أصبر خلق الله الإنسان يحمل مشاعر وعواقف من الحب والكره والقبول والرفض والحماس فالدعوة إلى إلغائها دعوة إلى تغيير خلق الله والدعوة إلى إلغائها تعني بكل بفاطة أن هذه العاطفة لم يكن لها حكمة في خلق الإنسان وأنها خلقت عبثاً وحاشى لله عز وجل أن يكون في خلقه سبحانه وتعالى عبث فالله سبحانه وتعالى ما ركب هذه العاطفة في نفس الإنسان إلا لحكمة ولمصلحة لا بد أن تتحقق من ورائها ثانياً يتفق العقلاء من الناس على وصف فاقد العاطفة أنه رجل شاد إن الرجل الذي لا تتحرك مشاعره فلا يرق قلبه لمشهد يثير الرقة والعطف ولا يملك مشاعر الحب تجاه الآخرين أو مشاعر الرفض تجاه من يرفض الرجل الذي لا يمكن أن تتوقّد في قلبه حماسه أيًا كان الموقف لا شك أنه رجل شاد فاقد للإحساس والعواطف بل إن الناس يرون أن الرجل الذي لا يحس بالجمال ولا يتذوق الجمال في هذه الدنيا رجل شاد فهو وصف مخالف للفطرة السوية ولهذا حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل صغيراً قال تقبلون صغاركم قال صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة إنه رجل شاد بعواطفه إنه رجل كما قال صلى الله عليه وسلم قد نزعت من قلبه الرحمة فصار تصرفه وصار سلوكه سلوكاً غير مرضي وثلوكاً مرفوضاً يستنكره النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي لضمان الله عليه ألا يملك في قلبه الرحمة والرقة والعاطفة تجاه هؤلاء الصبية الصغار فصار لا يقبل أحداً منهم ثالثاً وسواء سميناها عاطفة أو لم نسميها كذلك فلا مشاحتة في الاصطلاح ولا يجوز أبداً أن نقيم جدلاً وحرباً حول المصطلحات والعلفاظ سميها ما شئت إنها تعني الذي نريد وإن اصطلحنا نحن على تسميتها بالعاطفة فإن هذا لا يعني أن وصف العاطفة لفظ تهمة أصلاً ولفظ جرح يتردد المرء من أن يصف به كلاناً للناس فضلاً أن يصف به محمداً صلى الله عليه وسلم ولئن اخترت أن تصف أن تبحث له عن لفظ غير هذا فأنت وما تريد لكننا نحن نريد المعنى ولسنا نقيم جدلاً حول هذا المصطلح وحول هذا النفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك هذا الشعور يملك صلى الله عليه وسلم هذا الشعور مع زوجاته ففي حجة الوداع تأتي زوجه عائشة رضي الله عنه وقد حابت ولم يتيثر لها أن تأتي بعمرة قبل الحج فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج ثم تلح عليه صلى الله عليه وسلم يقول جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلاً ليناً إذا هوت أمراً تابعها ويواعدها صلى الله عليه وسلم المحصب أو الأبطح ثم تذهب مع أخيها فتعتبر فتأتي إليه صلى الله عليه وسلم فيوقظ صلى الله عليه وسلم ثم يقول أفرغتم فتقول نعم فيؤذن أصحابه بالرحيم وفي موقف آخر أبعد من هذا كان نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزة ففقدت عقداً لها رضي الله عنه وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يبحثون عن هذا العقد ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه إليها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها فيقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم قالت فما يمنعني أن أتحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وحتى إذا أيثن من هذا العقل يقيمون البعيرة فيجدونه تحته وتدركهم الصلاة وليس على ماء فتنزل آية التيمم فيقول السيد رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا ألاء بك إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الجيش هنا كله ويبقيه ينتظر هذا العقل والقضية ليست قضية رجل يتعلق بالدنيا حاشا وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي مراعاة لمشاعر تلك المرأة تلك المشاعر المرهفة عند مثل هذه المرأة التي تقيم لهذا العقل وزن فيحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ويحبس الناس ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه غاضبا إلى عائشة كيف حبست الناس ويبقيهم صلى الله عليه وسلم حتى أدركتهم الصلاة وليسوا على ماء وليس معهم ماء وتأتي رضي الله عنها تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون في المسجد ويقف صلى الله عليه وسلم يسترها وهي جارية لا تمل اللعب حتى تمل وتنصرف بعد ذلك فينصرف صلى الله عليه وسلم ونرى أيضا هذا الخلق عنده صلى الله عليه وسلم وتلك الرقة مع الأولاد فيأتي إليه الصبي فيقبله صلى الله عليه وسلم فيعترض عليه رجل جالس عنده فيقول تقبلون الصبيان إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فيقول له صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصبي يحتضر وروحه تقعقع فيحمله صلى الله عليه وسلم ثم تنزل قطرات من الدمع من عينيه صلى الله عليه وسلم ويتساءل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساءلون كيف لهذا القلب الكبير أن يرق كيف لهذا القلب الكبير أن يحمل هذه العاطفة لمثل هذا الصبي فيقال ما هذا فيقول هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده ويبوت ولده إبراهيم ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لا نحزن في حين يأتي أحد المتصوفة ويرى أنه سيبلغ هدياً أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشعر أنه قد أمر بالصبر على فقد أولاد والرضا لهم فحين يموت ولده يقوم هذا الرجل يرقص على قبره فرحاً بهذه المصيبة ويظن أنه قد بلغ منزلة من الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره منزلة عالية بينما هو قد فقد تلك المنزلة العالية التي سمى إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين يجمع بين الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل ويجمع بين الرحمة والرقة والعاطفة التي لا يفتقدها إلا إنسان شاد ويأتي الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساجد فيصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائد من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى يقوم هذا الغلام فيشأله أصحابه فيقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته ويدخل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم فينزل صلى الله عليه وسلم من على منبره ثم يحمله وهو يعود إلى خطبته ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظمتين من طوائف المسلمين وتتجاوز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه تتجاوز بني الإنسان إلى البهيمة والحيوان فيروي عبد الله بن جعفر عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب ما استتر إليه لحاجته هدف أو حائش نهر فيدخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عينه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتن من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال له أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكت الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه والحديث رواه أبو داود وفي حديث آخر عند أبي داود من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه ولدها رد ولدها إليها أرأيتم ذلك القلب الكبير ذلك القلب العظيم الذي لم تقف رحمته عند حدود زوجته أو عند حدود رعيته أو حتى عند الأطفال لتتجاوز إلى الحيوان فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه في شأن جمل له يجيعه ويدعبه وكأن هذا الجمل يشعر ويرى هذا القلب الرحيم حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذرف عيناه مرسلة رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الرحمة صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين بكل ما تحمله هذه الكلمة فهو رحمة للناس من عذاب جهنم وانفيح جهنم وهو رحمة للناس في أمور دينهم وهو صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على هذه البهائن ولهذا يصفه الله عز وجل فيقول فبما رحمة لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ويصفه حسان رضي الله عنه بأوصاف يعجز عنها البلغاء وأجمل منك لم ترقط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ويقول عطوف عليهم لا يثني جناحه رؤوف بهم صلى الله عليه وسلم ولهذا لا غروة أن يقولوا حين دفنوه صلى الله عليه وسلم ما إن فضنا التراب عن أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا وكيف لا يمكنون قلوبهم وقد غيبوا علما وحلما ورحمة عشية واروه الثرى لا يوسبه وراحوا بحزن ليس فيهم نبيه لقد غيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الثرى فغيبوا العلم والحلم كما قال حسان رضي الله عنه ولهذا أنكروا قلوبهم بعده صلى الله عليه وسلم وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا خطبت فللمنابر هزة وإذا وعظت فللقلوب بكاء وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شهنة هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هجو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير القلب الرحيم العطوف الذي مع ما يحمله صلى الله عليه وسلم من عبء الرسالة وهمل هذه الديانة والشريعة إلى البشرية كلها أجمع مع ذلك كله يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم الغلام يجد مكانا له والحيوان يجد مكانا له لرعفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أفى بعد ذلك كله نطالب الناس أن يتجردوا عن عواطفهم أن يتجردوا عن مشاعرهم وعما جبلهم الله عز وجل عليه خامسة أو رابعة يحفن الأدب بأساليب تعبر لك عن معاناة يتيمك أو معاناة أرملة أو معاناة من فقد فقيدا له وتقرأ هذه الأبيات فلا تملك إلا أن تتجاوب معه وتعيش وكأنك ترى حال صحبه وتأمل معي ما يقوله الشاعر في وصف تلك الأرملة لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق من شاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها بكت من الفقر فحمرت مدامعها واصفر كالورس من دوع محياها إنك حين تسمع هذه الأبيات لا تملك إلا أن تتفاعل مع مثل هذا الموقف ويرق قلبك وفؤادك لمثل هذه الأرملة المسكينة التي يصفها الشاعر وربما لم يكن رعاها قط ربما كانت قضية من نشط الخيال لكن النفس مفطورة على تذوق الأدب على تذوق الرواية التي تصور لك مأساة هذا الرجل الفقير أو المسكين أو ذاك المظلوم ونرى خامسة أثر العاطفة في إذكاء الحماسة بل نرى ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله نرى أن المسلمين يحتاجون إلى من يشعل حماسة لقد وقف المسلمون في غزل تموت حين بلغهم جمع الروم وقفوا يتشاورون ماذا يصنعون أيطلبون مدداً من النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا يصنعون فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال أيها الناس إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة والله إن لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة إنما نقاتل الناس بهذا الدين قالوا فحمثا عبد الله الناس فمضوا إلى أمر أرأيت كيف يصنع الحماس؟ أرأيت كيف توقض هذه الحماسة أصحابها؟ فتدفعهم إلى الجهاد تدفعهم إلى أن يلغوا ذاك الخيار الذي اجتمعوا من أجله وحين سار رضي الله عنه ودعه أهل المدينة قالوا حفظكم الله وردكم إلينا قال لا ردني الله إليكم وسار ومعه غلامه غلام في حجره وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه سار وصار يتغنى ويخاطب راحلته إذا أديت لي وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أعتذر لكم أيها الأخوة فلا زلنا نحمل بعض الإجهاد بعد الحجس الله عز وجل نتقبل منه ومنكم صالح الأعمال إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلاك برء ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وخلفوني بأرض الشام من جدل الثوائي هناك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي فبكى زيد رضي الله عنه قال فوخزه وقال لا عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة فتعود على الدابة بعد أن كان في خرج الدابة لأنه قد يكون وقد أبقى له مكانه وكأنك ترى في حال هذا الصحابي الجليل وقد خرج وقد خرج عقد العزيمة على أن لا يعود ويسأل الله عز وجل أن يخلفه المسلمون بأرض الشام وحين قتل صاحبه وتقدم تردد وتلك فقال أبيات يستحث فيها نفسه أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن إن أجلم الناس وشد الرنة ما لأراكي تكرهين الجنة فيخاطب نفسه بهذه الأبيات ثم يدفعها دفعا إلى ميدان الشهادة فيمضي رضي الله عنه مع صاحبه وهكذا حين تقرأ في السيار قبل المعركة يجمع القائد جنده وجيشه فيخاطبها ويحمسهم ويوحثهم على الاستشهاد في سبيل الله ويبين لهم فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله حتى يوقل حماستهم وعزيمتهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وما ترى معركة أو غزوة قادها المسلمون إلا وترى السعراء والخطباء قد أوقدوا حماست الناس إلى هذا الجهاد وقد أوقدوا حماست الناس إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل أي سوق بعد ذلك أن ندعو إلى ألغاء الحماس والعاطفة وهو يفعل فعله في النفوس سادس العاطفة حاجة مهمة في التربية وحين يفقد المتربي العاطفة فإنه يشأ شاذ دم وهي صورة نراها صورة نراها في من مات أبوه أو ماتت أمه وتربى عند زوجة أبيه أو عند غيرها من النساء التي لا تشعر تجاهه بشعور الأم الحنون كيف ينشأ هذا الشاب إن الغالب من هؤلاء ينشأ شابا شابا ينشأ شابا يعيش ويعاني من الفراغ العاطفين وكثيرا ما نرى المشكلات تتمثل عند هؤلاء ذلك أن ثمة حاجة منحة لهم بحاجة إلى أن يعطوا إياها ألا وهي الحنين والعاطفة العاطفة ولهذا يربي ولهذا يتربى هذا الشاب يتربى بعقل أبيه وحجر أبيه ويتربى أيضا بعاطفة أمه ولحكمة بلغة يخلق الله عز وجل العاطفة في الأم عاطفة تذوب عندها المراكم عاطفة تلتقي في نقطة اتزان مع عقل الأبي وحصافته فيعيش الشاب ويعيش الطفل بين هذين الخطين المتوازيين فيعيش حين متوازن مستقرة وحين يشد أحد الخيطين أكثر من صاحبه أو حين يفقد أحدهما فإنه يعيش عيشة غير مستقرة ومن ثم فلا غنى فلا غنى للصغير عمن يحطه بالعاطفة وعمن يحن عليه ويشفط عليه وحين ينشأ خلاف ذلك فإن الغالب فيه أن ينشأ فاقدا لهذا الإحساس وفاقدا لهذا السعوب إننا إننا مع ذلك نسمع من يدعو إلى ألغاء العاطفة بل من يدرج العاطفة ضمن مراتب الجرح فيه فيصف 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 فلانا بأنه صاحب عاطفة أو بأنه متحمس وكم نرى العتبة واللوم على ذاك الذي أغاضه انتهاء كل حرمة من حرمات الله عز وجل فدارت حمالي قرعينه وغضب غضبة لله عز وجل حينئذ يوصف بأنه متحمس طائف بأنه لا يحسب عواقب الأمور أما ذاك الذي لا تتير فيه الذي لا تتير فيه حرمات الله عز وجل لا تتحرك لديه ساكن الذي يرى المنكرات ويرى مصائب المسلمين ويرى جسد المسلمين ينقطع إربا ومع ذلك لا تفتز مشاعر ولا تتحرك عاطفه ذاك يوصف بأنه رجل حكيم حصيف لبيب يضع الأمور في مواضعها إنني أحسب أن هذه قسمة ضيزة أحسب أن هذا جورا في الحكم إننا ومع رفضنا للإغراق في العاقفة إلا أن الغضب والحمية لدينا الله عز وجل خلق كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم حيناً سهلاً ليناً فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم ويوفف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يتناشدون الشعر فإذا أردت أحدهم على دينه دارت حماليق عينه أليس هذا تعبيراً عن الغضب والغيرة لحرمات الله عز وجل وكيف نصنع بتلك المواقف الفذة من سلف الأمة التي وقفوا فيها غضباً وحمية لدين الله عز وجل وقالوا فيها كلمة الحق مدوية مجلجلة واضحة صريحة قالوها ولا شك أنني دفعهم لذلك الحماس نعم والغضب نعم والعاطفة نعم لكنها عاطفة صادقة وحماسة صادقة فالمطالبة بإلغاء الحماسة والعاطفة مطالبة بتغيير خلق الله عز وجل وتغيير سجية فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها وكما أننا نمكر على من يكون دافعه ووقوده الحماس والعاطفة وحدها فإننا أيضاً ينبغي أن ننكر وبنفس القدر على ذاك المتبلد الحس الذي يرى مصائب المسلمين ويرى دماء المسلمين تجري ويرى حرمات الله تنتهت ويرى دين الله عز وجل ينقض عروة عروة ومع ذلك لا يحرك فيه ساكن ولا يثير فيه حمية ولا يغضب لله عز وجل أيهم أولى أن يعاب أيهم أولى بالذن والنقص والعين لست أحكم أيهم أكثر خطأ لكننا حين نتحدث عن خطأ هذا وينبغي نتحدث أيضاً عن خطأ ذاك ولا يسوق أن ننظر بعين الأعور وأن ننظر إلى القضية بعين واحدة ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الشق الثاني وهو الإغراق في العاطفة إن الوسط سنة الله عز وجل في الحياة هذا المسك الذي نحن نقف فيه حين يزداد فيه التبريب يصبح حداً مزعجاً لا نطيق الصبر عليه وحين أيضاً ينقص عن قدر المعقول يؤلم الناس الحر ويزعجهم فلا يطيقون الصبر وهكذا الماء حين يكون بالغ العجوبة لا يستسيغه المرء وحين يكون بالغ الملوحة كذلك والطعام وشأن الله عز وجل في الحياة كلها الوسط والتطرف أمر مرفوض أما دين الله عز وجل فلا شك أنه قائم على الوسط ودين الله عز وجل وسط بين الغلو والجثاء فكما أن إهمال العاطفة وإلغاءها أمر مرفوض فالإغراق فيها والتحليق في التجاوب معها أيضاً هو الآخر أمر مرفوض وينبغي أن نكون وسطاً بين هذا وذلك وإن كنا أفضنا في الحديث عن الشق الأول إلا أنني أرى أننا مع شاقين الصحوة أحوج ما نكون إلى الحديث عن الشق الثاني وهو الإغراق في العاطفة فنحن نعاني من إغراق في العاطفة تختلف صوره ومظاهره